موسيقى يروج حديث حول الوضعية المالية للحزب أن هناك نقص في الصندوق وستنزف واذا هذا يرجع الغياب يعني التدبير الجاد من خلال يمكننا الوزراء والبرلمانيين وما يخلصوا الأقصات يعني كيف تفسرنا هذه المسألة من هذه الأزمة التي يعيشها الحزب لا الحزب فعلا لا أقول شيء بأنه في دائقة مالية ولكن فعلا ليس له ديكسو يولا الذي كانت عنده في وحد الوقت يقول لي ما كان شيء يرجع الانخراطات الانخراطات كانت دائما في واحد النسبة جدا ضعيفة ولكن كانت رجعا للعداد ديالبرلمانيين اللي كانوا عنده إذن الدعم اللي كياخد من الدولة وبالعكس تدبير دياله كان يعني تدبير ممتاز لأن هذا التدبير اللي خلّه أنه يعني يبقى محافظ على المطبعة دياله على البناية ديال المقر إلى غيرها الآن فعلا ننزل هاد الدعم لأن العدد ديالبرلمانيين ديال الحزب ننزل وتعود نأكدها الانخراطات يعني ضعيفة وضعيفة جدا ما يمكننا شيء نقوله بأن هذه حالة فريدة يعني الأحزاب كلها تنعرف بأن ماشين الخيارات هو اللي كيدعمهم ولكن ربما في بعض الأحزاب يعني يعني المساهمات الإرادي ماشي قضية الانخيارات ماشي قضية يعني خمسمائة درهم آلف درهم والمائتين درهم ديال الانخيارات هذه تنعرفها بأنها هي مسألة غير من ناحية التبطيط ديال الارتباط ما بين منخاريط وحزب احنا هاد هاد التقافة ما عندنا شيء هاد التقافة ديال الناس نجمعوهم ونقول لهم اخذكم تساهموا واحدة 11 مليون واحدة 11 مليون واحدة 21 هادي ما عندنا شيء هاد التقافة اذا احنا تنخدم بالميزانية الرسمية الواضحة اللي هي مسجلة في الوتائق وعند مجلس الحسابات وبالطبع هذه ضيقة هذه الميزانية ضيقة ما ما زال ما وصلنا شيء الافلاس الحمد لله وما نصره لشيء ولكن فعلا تتخلق لنا مشاكل وخصوصا عندما نرى ان عندنا مشكل ديال الجريدة وديال المطبعة لما يمكن لها شيء تكفي رصها برصها وهادي عندها ضائقات حقيقية شركة ولو انها تابعة للحزب ولكن شركة خاصة وعندها ضائقة موسيقى